موسيقى يسعد مساكم نجديد مكملين معاكم اكسرا تايم وفقراتنا لليوم والحديث عن الجولة السادسة من بطولات الشرق الأوسط وأيضا رالي الأردن الدولي ماشاء الله عن هيك رالي وماشاء الله عن هيك مشاركة يعني كنا نتمنى يكون أعداد أكبر من الأعداد اللي شاركت لكن اللي كانوا موجودين يعني خلونا نعيش أجواء إثارة امتدت من الخميس حتى يوم السبت وأيضا عشنا أجواء المتعة بأداء نجوم الرالي وعشنا أجواء المتعة بالتنظيم الرائع اللي كان موجود امتدادا من يوم الخميس إلى النهاية يوم السبت طبعا جهود جبارة جدا كانت من القائمين على الرالي وأيضا من النجوم المشاركين بالرالي وأيضا من الجنود المجهولين اللي بكونوا دائما موجودين لخدمة أجواء هذا الرالي وإنجاح المساعي للخروج بصورة أكثر من رائعة الكل معتاد عليها واللي هي العنوان الأبرز رالي الأردن الدولي راح نتحدث عنه أكثر راح نتحدث أيضا عن النشاطات اللي صارت مع مدير الأردنية لرياضة السيارات والنجم السابق أيضا في عالم الراليات سبقات السرعة عثمان نصيف يسعد هالمسا أهلا وسهلا فيك كيف أمورك؟ الله يخليك وكبتل لازم جيب لي بلوزة زيها يطلع فيها اليوم إن شاء الله والمعددين كمان نزلهم واحدة أبشر وأيضا يعني نجم في عالم الرالي وعالم سبقات السرعة وكل شيء بخص عالم السيارات صولات وجولات وبطولات عديدة وأيضا المركز الثالث على المستوى العام في الرالي وصاحب المركز الأول على المتسابقين الأردنيين المبدع دائما حسام سالم يسعد هالمسا يسعد هالمسا كيف أمورك؟ الحمد لله يعني ما شاء الله عنك دائما مبدع الحمد لله يعني الواحد يعني لو فيه دعم وفيه مصاري كثير والواحد يعني الحمد لله دائما بيحكي على كل شيء لازم يعني مني شخصيا بشتر سيارة فورد أو شيء يعني اللي خاص بعالم السباقات الراليات وإهداء لها النجم لأنه إذا كانت عنده موجودة وكان عنده دعم موجود راح ينافس على أعلى مستويات هاي منا كبتب حسام وأيضاً راح نبلش معكم سؤال شارك لليوم سؤالنا راح يكون هل تعتقد أن رالي الأردن سيعود إلى رجنانة بطولة العالم؟ الإجابة الأولى نعم والإجابة الثانية لا بانتظار تصويتكم مشاركاتكم معنا عبر تطبيق رؤية وسؤال شارك الخاص بإكستر تايم بانتظار مشاركاتكم معنا وبانتظار أيضاً أن نسمع كل الأحداث التي حدثت في هذا الرالي لكن خلونا نعيش هاي الأجواء ونشوف التقرير أخفضوا بقعة في العالم كانت شهدة على إثارة اليوم الختمي من رالي الأردن الدولي الجولة السادسة من بطولة الشرق الأوسط للراليات وبشكل أكبر من اليوم الأول الذي كان فيه القطري ناصر العطية يغرد وحيداً في صدارة الترتيب منافسات السبت شهدت عودة قوية للسعودي يزيد الراجحي الذي تعرض لحادث خلال المرحلة الاستعراضية وغاب عن مراحل اليوم الأول ليفقد على إثرها المنافسة على اللقب بتغريمه مئة نقطة لكن بعودته عادت المنافسة القوية بين المتسابقين في المراحل الأخيرة وتمكن من الفوز بالمرحلتين السابعة عشر والثامنة عشر وهذا الأمر انطبق على القطري عبدالعزيز الكواري الذي تصدر المرحلة التاسعة عشر لأن الفارق الكبير الذي حققه ناصر العطية في اليوم الأول وأول جولات اليوم الثاني سهل عليه مهمة الضفر باللقب للمرة التاسعة في الأردن ليتوجى بلقب الشرق الأوسط قبل جولتين من نهايته للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد ختام المنافسات توجى سمو الأمير فيصل أصحاب المراكز الأولى بالميداليات والكؤوس حيث صعد العطية على منصة التتويج وهو يرفرف بعالم الأردن في منال القطر الكواري المركز الثاني والأردني حسام سالم المركز الثالث وهو أفضل مركز لسائق أردني منذ عام 2008 إذن ها هي شمس سباق رالي الأردن الثالثة والثلاثين تغيب بعد ثلاثة أيام من الندية والإثارة بانتظار نسخة الجديدة العام القادم مع نجوم ومتحدين جدد نعم كابتن عثمان رح نبدأ معاك طبعا يوم الخميس مرحلة الاستعراضية كانت جميلة في منطقة عبدون امتدادا للجمعة والسبت في البحر الميت نعم كأجواء تنظيمية أنت شو بتحكي عنها؟ اللهي بصراحة الأجواء كانت رائعة انطلق الرالي هو من دوار عبدون كان فيه طبعا عدد لا بأس به من المشاهدين والجمهور انطلقوا بعدين باتجاه المرحلة الاستعراضية برضو كانت قريبة من دوار عبدون كان فيها كمان جمهور وكانت هي المرحلة بصراحة يعني الطريق والاستعدادات كانت كثير ممتازة يعني بتوقع الكل استمتع فيها الحمد لله كنا طبعا عاملين مطات وويت سبلاش يعني شيء اللي ضيف إثارة لل وكانت أجواء أكثر من رائعة طبعا حسام كسائقين أيضا مشاركين بلشتوا التحضير لهذا الرالي من مرحلة التحضيرات ويعني تجربوا للطريق بعدين تدخل لأجواء المرحلة الافتتاحية والاستعراضية ووصولا لليوم الختام أكيد طبعا أنا في البداية شاركت الرالي هذا بالألفين وخمستاشر لأردن الدولي على سيارة جديدة حضرتها تقريبا من قبل شهر فكانت يعني كنا تحت برشرة كثير إننا نحضر السيارة بالوقت المناسب الحمد لله حضرناها وعملناها وجاهزيتها كانت كثير ممتازة طبعا المرحلة الاستعراضية كانت كثير مميزة وكان لها طابع خاص غير عن الأسنة الماضية وتنوع المرحلة الاستعراضية في الأردن أعطى لرائل الأردن الدولي نكهة غير فصار حتى الجمهور يسأل عن رائل الأردن الدولي وين المرحلة الاستعراضية حتى إحنا المتسابقين نفسنا صرنا نحب نعرف وين المرحلة الاستعراضية الأردنية بتعملها طبعا ما شاء الله كانوا مجهزينها بطريقة كتير مناسبة وزي ما حكى عثمان كان في واتر سبلاش كان في جامب استمتع الجمهور كله حتى إذا بتشوف كان في نفس البنايات اللي موجودة حوالين المرحلة الاستعراضية كان في ناس موجودين عن الاسطور اللي ماسك أرقيلته لقعب شوي يعني غير الجمهور المتواجد موجود كان في جمهور متواجد بالشوارع هذا أطفى عامل جديد على رائل الأردن الدولي نكهة جديدة بطريقة جديدة بلشت المرحلة الاستعراضية وطبعا بلشنا باليوم الثاني والثالث طبعا في نكهة تانية للمراحل اللي هي مراحل جديدة طبعا برضو بجهود الأردنية فتحوا مراحل جديدة كانت المراحل كان معمولها بسكورت منيح كانت منظمة الطريقة مرتبة استمتعنا كلنا فيها كان فيها تكنيكا كثير من كسائقين إحنا حيلا واجهتنا صعوبة وهي هاي أصلا المنافسة جوهر المنافسة أنه تلاقي صعوبة بالطريقة بس بشكل عام كان كثير رالي حلو كان صعب جدا وكان فيه حتى نقاش بيني وبين مثلا عبدالعزيز الكواري كان بيحكي لي أنه من أصعب الرائلات الموجودة في العالم رالي الأردن الدولي يعني اللي بسوق عندنا بالرالي بيقدر يطلع من الرالي الأردن الدولي يسابق بطولة عالم صح يعني بيحس حاله أنه يعني هو يسول ماكسما بالرالي فبحكي لك يعني كان رالي الأردن الدولي له نكهة خاصة وإن شاء الله أنت سألت سؤال هل بعود إنه الرزنام إن شاء الله أكيد رح يرعود لو ما كان بالـ 2016 بالـ 2017 إن شاء الله يا رب بهمنا طبعا نشوف هالكوادر الكبيرة ترجع عنا على البلد ونشوف هالحدث الكبير ويكون يعني شاهد على تعبنا وشغلنا وبيئتنا الحلوة وجمهيرنا الكبيرة المحبة لهذه الرياضة يعني كلام السائقين والنجوم بهذا الرالي عن طبيعة الرالي تنعكس بشكل إيجابي على المنظمين حتى إنهم يظلوا يعطوا أكثر ويظلوا يعني ينظموا أكثر ويعطوا جمال أكثر لهذا الرالي أكيد مية بالمية يعني إحنا جدا مبسوطين على النتيجة الفيدباك اللي عم ناخده من السائقين كتير مهم بالنسبة لإلنا نحاول دائما نطور نحاول دائما أنه نحسن زي ما تفضل الأخ حسام يعني فيه إشادة من كتير من المتسابقين بالرالي وهو بفعلا مدرسة يعني كتير منهم بدايته كانت من هذا الرالي وهو مدرسة اللي يعني اللي بيستطيع أنه ينزل وينافس ويسوء على بالرالي تبعنا بيقدر ينافس بأي محل تاني صحيح أيضا يعني إذا ننطلع على هاي نسخة من الرالي واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها يعني ما في رالي بيمرق إلا يكون في عندك يعني عشر أسماء من الناس العالميين مشاركين وهذا يعني هو أكبر دليل على قيمة رالي الأردن صحيح وحتى يعني بالرغم من أنه ظروف صعبة كانت هالسنة البلدان اللي حوالينا والمشاركات وما إلى ذلك لكنك تشوف ناصر العطيم موجود تشوف عبدالعزيز الكواري تشوف يزيد الراجحي تشوف هالأسماء هاي يعني صحيح هذا دليل أنه الرالي طالع ونكها خاصة مميز وطبعا نكها خاصة صعب جدا صعب جدا مش سهل طيب يعني من خلال مشاركة هالنجوم كمان كيف كانت تردد فعلهم أنه ممكن يكون رالي الأردن مرحلة جديدة من أو يرجع لرزنامة البطول العالمية والله إحنا بصراحة متفائلين يعني أنت زي ما أنت عارب ضمن توجيهات سمو الأمير فيصر بن الحسين يعني العمل جاري عادين عم نتناقش مع جماعة الWRC Promoters ومع الFIL WRC Commission لإعادة رالي الأردن لبطولة العالم للراليات بصراحة خلال الرالي كان في عنا أعضاء من البروموترز وكان في عنا سيد كارلوس بربوزا اللي هو البرزدن تبع الWRC Commission بالFIA وأشاد بصراحة أشاد فعلا بتميز رالي الأردن بالمنطقة وأذا بطولة العالم للراليات رح ترجع للمنطقة فأكيد رح يكون لرالي الأردن فهذا إشي نسمعوا منهم إشي كتير ممتاز وإشي كتير بشجعنا أنه نكمل ونعطي أكتر معنا طبعا طيب بحثما يعني هالرالي بلشنا زي ما حكينا المرحلة الاستعراضية أنت كنجم مشارك بهذا الرالي كيف كانت طبيعة المنافسة من أول يوم حتى الختام الله يشوف يعني إذا بتقارن سياراتنا بسيارات الشباب الموجودين زي الأبطال اللي انت عديتهم أكيد فيه فرقات كتيرة بس من أول يوم أنا كنت بطمح لأنه نخفف القاب قد ما مقدر بينه وبين السيارات هاي كلها لنحاول نعمل شوية برشير أنه بتعرف الرالي ما هو بتستنى أي واحد يغلط صح بس للأسف لكل غلط يعني يمكن حتى ناصر العطية طلع أفتراك في مرحلة تركي بس يمكن ما بيانت الجمهور كان شايفها رجع ريفرس وطلع كان على وشك أنه ممكن السيارة توقع منه بالوادي لأنه لدرجة صعوبتها فبتعرف هو الرالي يعني أنا صار معي مشاكل كتير بدءا من المرحلة الاستعرضية باللعب دون ضو ضو الدينمو عندي وطريت أنزل وأنا طاف السيارة لحد السيرفز موصلنا وعملنا سيرفز للسيارة بالخمساشر دقيقة الصباحية باليوم الثاني وكملنا برضو ووتر سبلاش صار عنا مشكلة بالدينمو ومشاكل مشاكل مشاكل ومكسر أكس بس الحمد لله قدرنا نوصل السيارة دائما للسيرفز ونظلنا محافظين على المركز تبعنا وقدرنا نكمل الرالي بطريقة معينة بحيث أنه وصلنا للمركز الثالث الحمد لله بس إن شاء الله يعني المرات الجاي يعني رح نزبط شوي على السيارة ونعدل شوي التعديلات بالسيارة بحيث أنه نتفادى هاي المشاكل كلياتها ونصير النافسة بطريقة أكتر من اللي ننافسنا فيها يا رب وأيضا العديد من المقابلات من أجواء هذا الرالي خلائنا نشوفها ونرجع الله يبارك فيكم طبعا المنافسة كانت موجودة لكن الحمد لله تفوقنا على الجميع وهذا الفوز يعني جدا مهم بالنسبة لي أنا جدا مبسوط بهذا الانتصار وطبعا فوزنا برالي الأردن لتاسع مرة وحسم بطولة شرق الأوسط للا 11 مرة يعني الحمد لله طبعا هذا الرالي كان كتير صعب الكل واجهته مشاكل بالرالي فمنح مع كل المشاكل اللي واجهتنا واجهت غيرنا قدرنا نوصل بهذا الترتيب طبعا إحنا مش بس ثالث على المجموع العام أول على فئتنا جروب N وأول على الأردنيين فهي بالنسبة إنه صراحة إنجاز كتير فضيع خاصة بهاي السيارة وخاصة مع وجود يعني أوكي هو يمكن عدد المسابقين كان قليل بس أنت بتحكي كان فيه أربع خمس سيارات خمس ست سيارات بالأحرى كتير قواية حسان ما شاء الله عليه يعني هو صراحة يعني مبلش من الآخر صراحة سواء ما شاء الله يعني بحتاج بس لسيارة بتخيل إذا في يوم الأيام بحصل دعم كويس وبقدر يجيب سيارة بتنافس أكتر من هيك أكيد أكيد رح نشوف بوديوم دائم يعني طبعا بطلتنا ونجمتنا نانسي المجالي طبعا دائما أنت موجودة على منصات التتويج ويعني دائما حسام بديكون نجم يعني أكيد يعني نتمنى لكم التوفيق ونانسي موجودة معنا طبعا في الاستوديو بنمسي عليكي وشكرا لأنك موجودة إلى جانب زوجك طبعا حسام سالم ودائما دعميته ودائما تكوني مشاركة معه والرالي الجاي بلكي شفناك إلى حالك إليها فضل كثير طبعا هي بخصوص موضوع الرالي أنا دخلت بالرالي بالألفين وطناش كان إليها فضل كثير كبير علي بموضوع الرالي بحيث أنها أعطتني نوتس وأعطتني تفاصيل الرالي وكيف فكرة الرالي وكيف الكوربات والنوتس والحكي هذا كله والحمد لله قدرت معها نطور النوتس هي كلياتها ونوصل للليفل اللي احنا موجودين فيها بس أول مشاركة لما شاركت مع أخنانسي بالرالي بعد ما خلصت وحكت لي جملة ما بنساها لاتلي أنا كنت أسوق بالراليات أو أكون مساعد سائق مع العديد من الأسماء لكن زي حسام وجنونه بالزوايا والكوربات والسرعة وقلب ما فيه أنا ما شفه يعني الحمد لله بس أنا 2015 يسا مش رضي عن ندائي فيه أنا صراحة أولا كان في مشاكل عندي بس إن شاء الله بال2016 إن شاء الله بكون وضعنا أحسن لا بدنا أكتر من هيك إن شاء الله راح نفسك كابتن عثمان إحنا بنفتخر لما يكون عندنا نجوم عن جد يعني ببسطنا لما نحضر الرالي ونكون بين الجماهير أنت شو بتحكي عن المشاركة الأردنيوية كانت؟ أكيد طبعا إحنا إحنا إشي ببسطنا إنه يكون في عنا متصابق أردني على منصة التتويج هذا إشي منفتخر فيه منبسط ومنتأمل إنه دائما نشوفه وإن شاء الله يا رب الأدام نشوف نشوف متصابقين أردنيين يعني باخدوا المركز الأول كمان وبدنا كمان كل اللي كانوا بالراليات زمان كمان يرجعوا يتشجعوا يرجعوا يشاركوا أكيد وأنا يعني بدعي كل الشركات طبعا أنه تدعم المتصابق الأردني لأنه هو بحاجة الدعم يعني أكتريت المتصابقين عنها بنزلوا على حسابهم الشخصي بصراحة طبعا الله يعينهم وهي يعني رياضة جدا مكلفة وإذا منتطلع على الإمكانيات بالنسبة للمتصابق الأردني مقارنة بالإمكانيات اللي عند المتصابقين الثانيين يعني فيه هاي اللي حكيته في أول الحلقة نعم يعني بصراحة يعني يخلف عليهم ويجيبوا النتائج والله ما شاء الله عنهم طبعا ما شاء الله لا إن شاء الله لقد ذا أنا نشوف نتامل منهم إشاتها إن شاء الله ننتمنا أن نكون موجودة بكل البطولات الموجودة في الشرق الأوسط ճ餵 نتمنى كل الناس يدعموكم بهذا الإشlez إن شاء الله قد ما بنقدر نحاول أن نكون موجودين بكل محل أحمد أبو شريف يسعد مساك كل الاحترام لأستاذ عثمان وحبيبنا اللزم حسام بصراحة تنظيم أكثر من رائع جهود مشكورة مشرفة ترفع لها القبعة شيء بيرفع الرأس والله وأيضا من مجاهد الحاوي يسعد مساك مجاهد ويسعد مساك خميس درويش خلدون كاملة يسعد مساك عم بيحكي الله يعطيكم ألف عافية تنظيم المميز اختيار موفق لمسار الرالي الطرق كانت صحراوية ورائعة للتنافس وأيضا للضفر بالوقت الأفضل للمتسابقين ومن نفس الوقت السياحي ينعش القلب لقربه من البحر الميت وحمامات معين نتمنى أن يأتي اليوم ونرى المتسابق الأردني ينافس على رالي الشرق الأوسط علما أن الإمكانيات المهارية موجودة لكن ينقص الدعم المالي والفني لتجهيز السيارات فقط أنا معاك مية بالمية يعني يا رب وياريت يكون هالكلام موجود لم تسابقين الحبيب يوسف الصراوي تحياتنا إلك وللعيلة ولوديع عم بيحكي كل الاحترام والتقدير رالي رائع ولأكسرا تايم عبد الله الفقيه يسعد مساك أنت المنور داما أخوي أكرم أبو زريق يسعد مساك أبو رماس حبيب القلب وأكرم أبو زريق بيحكي لكم يعطيكم العافية على التنظيم المميز ما شاء الله كل أصدقائنا على الفيسبوك طبعا ما بيجمله يعني لو كان هنجد الرالي فيه إشي ولا موحله أكيد كان راحه يكتبه وراح يحكي عن هذا الموضوع راح نكمل معكم نشوف مشاهدات من الرالي اللي حدث يوم الخميس جمعة سبت نشوفه ونرجع ونكمل مع بيوفنا بمشاركة عشرة متسابقين اختتمت أيام رالي الأردن الثلاثة التي أطلقت شارة البداية لمنافساتها في منطقة عبدون بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين لرياضة السيارات أبرز النقاط الملاحظة خلال هذا الرالي هي المشاركة المتواضعة حيث اقتصرت المشاركة على عشرة متسابقين كان أبرزهم القطر ناصر العطية الذي توجى باللقب وضرب عصفورين بحجر واحد حين ضمن رالي الأردن ولقب رالي الشرق الأوسط قبل جولتين من ختامه بالإضافة إلى السعودي يزيد الراجح الذي تعرض لحادث خلال الجولة الاستعراضية غاب على إثره عن منافسات اليوم الأول وخسر ماء الدقيقة كما شهد السباق مشاركة أردنية مميزة من خلال السائق حسام سالم والأردنية لين الحديدي التي كانت المتسابقة الوحيدة من الجنس اللطيف سمو الأمير فيصل كشف عن وجود مفاوضات مع الاتحاد الدولي لإعادة رالي الأردن إلى الأجندة الدولية خلال عام 2016 و2017 وتبدو الفرصة مواتية لاستضافة رابعة بعد أعوام 2008 و2010 و2011 خصوصاً وأن راليي مونتي كارلو وكورسيكا مهددان بالانسحاب من بطولة العالم لراليات رالي الأردن يعتبر من الراليات المميزة التي تحظى بحضور عالمي وإعلامي مميز بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية المميزة التي يتمتع بها هذا الرالي باعتراف نجوم هذه اللعبة وتعبيرهم عن سعادتهم بالمشاركة فيه في كل عام ربعاً كابتن أثمان بمبلش معاك كل الأصدقاء على صفحتنا مبسوطين على الأجواء التي كانت موجودة التنظيمة التي كانت موجودة وأيضاً الثقة الكبيرة بعودة رالي الدولي لكون مرحلة العردن مرحلة منها الرالي ثقة عالية بصراحة ثقة عالية لأنه الجهود التي تبذل جهود كثير كبيرة وجبارة بصراحة اللجنة المنظمة الله يعطيها العافية بدءاً من مدير السباق سامي زريق ومساعدته طبعاً رندل نابلسي وعمر زعرور بالإضافة لكل المتطوعين وكل واحد تعب بهذا الرالي جهود كانت جداً كبيرة يعني الضم الاستراتيجية اللي كنا حطينا أنه ضخ دماء جديدة بهذا الرالي وبالفعل بهذا الرالي في عنا يعني سامي زريق أول مرة بنظم رالي شرق أوسط معنا من السنتين الماضيين هو كان ينظم السباقات المحلية أول رالي إلو يعني ماشاء الله فرصة رائعة وكان قدها يعني أكيد وبصراحة يعني إحنا كمان في دورات تدريبية كتير مكثفة عمناها للمتطوعين المارشلز السيفتي يعني كله كان على أتم استعداد فيعني بصراحة يعني هذا هي جهود جبارة جهود كتير كبيرة يعني جيش بكون وراء تنظيم هيكرالي طبعاً بالزبط والحمد لله يعني توفقنا وبعدين المراحل اللي نشغل عليها منيح طبعاً شكر كبير لوزارة الأشغال اللي ساعدونا نشغلت بطريقة كتير مرتبة أمانة عمان شكر كتير كمان كبير إلها ساعدتنا بالمرحلة الاستعراضية وكمان بالنسبة للترويج للوالي فيعني زي ما تقول كان فيه عمل جماعي كتير كبير وهذا هو النجاح يعني العمل الجماعي الحمد لله رب العالمين يعطيكم ألف عافية راح نرجع نسمع منك عن يعني ربط الأجواء التنافسية مع الأجواء السياحية يعني بالنسبة للمتصابقين وأيضاً الجماهير التي تكون موجودة لكن كبتن حسامة ثقة الناس بالمتصابقين الأردنيين وقديش عندهم مهارة وأيضاً إقبالهم على يعني مشاهدة الرالي والتوزع بمراحل الرالي حتى أنهم يشوفوا كل إشي هذا أكيد ينعكس على كل متصابق مشارك ويعني حبهم أنه يرجع رالي الأردن يعني رالي العالم يكون مرحلة الأردن منه برضو هذا إشي ثاني أكيد طبعاً الرالي العالمية إذا كانوا يكونوا عندنا موجودة في الأردن سيكون كل الأردنيين مبسوطين وبتعرف أن الرالي العالمية أصلاً هو فرصة لكل العالم حيث أنهم يحبوا يتفرجوا على سيارات وأبطال العالم فما بالك أن أبطال العالم يكونوا موجودين في الأردن متواجدين عننا زي السنوات اللي مضت كان كل المتفرجين وكل الأردن موجود في البحر الميت صح عشان بس يمكن في ناس بس بدهم توقيع معين من شخص معين أو اللي يشوفوا فرق السيانة فرق السيانة كيف العالمية بتسويها فأكيد إشي راح يكون زي ما حكيت لك هو بوش كتير للموترو سبورت بالأردن بأنه نستضيف الرالي العالمي موجود عننا وإن شاء الله زي ما حكيت إن شاء الله بال2016 أو 2017 ماكسيموم يكون عننا موجود هذا وأيضا قناعة الجماهير الأردنية بمهارة المتصابق الأردنية شوف المتصابق الأردنية بوجهة نظري ينقص الإمكانيات فقط بغض النظر هو بدءا من سباقات السرعة للدريفت الهل كلايم الرالي بنقص الدعم بكل الموترو سبورت زي ما أنت بتعرف نحن كان نعيش أجواء اقتصادية صعبة صح وسواء كان علينا أو على الشركات يعني منختلف عن المتصابقين العربي الثانيين أنه في عندهم دعم يعني مثلا زي ناصر العطية زي عبدالعزيز الكواري حكومة قطر دعميتهم فالمبالغ اللي بيحكوا فيها مبالغ أكبر من هيك فإحنا منقصنا الدعم شوي وإن شاء الله للسنوات اللي جاي تكون الأمور السياسية والاقتصادية تتحسن عنها شوي والشركات تتحسن يوقع نعكس هذا على المتصابقين وأنا تقاتي بالمتصابقين الأردنيين كتير عالية سواء كان إحنا بالجيل الموجود أو بالجيل الجديد الموجود يا رب كمان محمود البدوي سعد مساك حبيب القلب محمود أبو ربيع أنت المنور دائما وشكرا لمشاركتك الحلوة مشرف حرب كل احترام كل الرياضات على إكسترا تايم ودائما طبعا بجهودكم هذا الإشي بصير فارس السردي أنت الغالي صديقي وبيسلم عليكم بحكولكم أعطيكم العافية عادل الزعبي يسعد مساك عادل عدي سب العيش يسعد مساك مسلم العبسي ونبيل خير الله مراد الجريري معاد الحوري حدي فرعود توفيق عبيد وعدي ملكاوي طبعا هذا موضوع ثاني أي نادي أردني بيعتمد على مدرب محلي فإحنا دائما وراه وبنحيي هالنادي على ثقته بالمنتج المحلي زي ما بندعم هاي عصا عيد السيارات المتسابق الأردني لأنه كلها تنخوان وما بيمقصنا إشي يعني لو كان الدعم موجود والخبرة موجودة عندنا أكيد دائما في كل إشي راح نكون في المراكز الأولى ونضال إزريقات يسعد مساك نضال شكرا لمشاركتك معنا أستاذ عثمان نبدأ أرجع لك يعني بنحكي عن عامل سياحي موجود أيضا مع هالرالي أكيد يعني هلأ إقامة الرالي بالبحر الميت يعني هذا أكيد تشجيع للسياحة فيه عندنا كثير ضيوف تيجي من دول شقيقة بس مشان تحضر الرالي ويتابع مجريات الحدث طبعا إذا منحكي بجولة عالمية رابعة يعني أنت عم تحكي إحنا منكون الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط صحيح اللي عندنا هذا الرالي وبتوقع راح يكون فيه تأثير إيجابي كبير على السياحة بالأردن إذا أقمنا هذا الرالي إحنا من خلال الرالي دائما منعمل جاهدين على أنه نعطي الكثير للجمهور مثلا بهذا الرالي زدنا أماكن الأماكن تواجد الجمهور بالمراحل ومشان يعرفوا كيف يوصلوا لهاي الأماكن عملنا تقنية الكيو آر الكيو آر اللي هي عبارة عن كود بنحط على الفوسترات على الهاتف النقا الهاتف الخلوي تابعه بقدر يعمل سكانينج بطلع له كل الخرايط للمراحل زائد مناطق اللي بقدر يشوف الرالي منها يعني إحنا فيه حتى بمنطقة الصياني كمان عملنا مثلا حفلين غنائيين بعد الرالي هذا كله طبعا مشان نحاول نستقطب يعني أدمم يقدر من الجمهور أنه يجي مش بس يشوف الرالي يجي ويستمتع بأجواء الرالي نعم يعني إحنا سمعنا في مرحلتين من مرحلة من مراحل الرالي العالمي راح يتم سحبهم فأحنا نتمنى إحنا نكون محل حدا فيهم لأنه الشركات المصنية على السيارات كانت معطردة أنهم يزيدوا كمان مرحلة أكيد بدناش هذا الإشي يصير لا أبدا ما بدنا يصير طبعا خلونا نشوف الجماهير وشو تطلب وأيضا كيف الوضع بالنسبة إلها في التقرير وبنرجع تعد رياضة راليات من رياضة المحبة لدى الجماهير لما فيها من مشاهد تجذب الأنظار وتلهب حماس المتابعين ولكن الحضور الجماهيري للراليات يتطلب العناية أكثر من قبل الأردنية لرياضة السيارات وبالرغم من عمل الأردنية لرياضة السيارات في تسويق الرالي ومحاولة الجذب الجماهيري ليكون الحضور أكبر من سابقيه الأمر يتطلب عليها توفير أمور تضمن للكثير من الجماهير حضور الرالي لابد أن على منظمي الرالي تأمين حافلات لنقل الجماهير من عمان إلى موقع الرالي الذي هو في البحر الميت وأيضا وسائل نقل بين المراحل كون الجماهير لا تمتلك وسيلة نقل ولا يمكنها اللحاق بمراحل الرالي أو متابعتها بشكل مطلوب وهو أمر يعزز من الحضور الجماهيري فيما كانت الجماهير تطالب بعروض تشجيعية وسياحية للجماهير في البحر الميت خلال فترة الرالي مما يجعل الحضور أكبر وأكبر ويشجع السياحة الداخلية نقاط عديدة يجب على الأردنية لرياضة السيارات دراستها لتحفيز الجماهير بشكل أكبر على التواجد في مراحل الرالي مما يدعم قوة رالي الأردن في السنوات المقبلة طبعاً نقاط لازم أخذ بعين الاعتبار أكيد أكيد والله أفكار حلوة تشوف الأدام إن شاء الله أكيد ندام تطبقها يعني في ناس ربما ما بتقدر تنزل على البحر الميت لحالة ما عندها السيارة أو من هذا الكلام يعني لو كان في حافلات من الساعة مثلاً سبعة صبح الانطلاق يرجعوا على الخمسة فإحنا هيك بنزيد كمان الحضور الجماهيري يعني شوف هي يعني بتسير وما بتسير يعني بتسير أنك تنزل ناس مثلاً لمنطقة الصيانة يشوفوا مثلاً أجواء الرالي شوفوا هذا بس إذا بده الجمهور يتابع مراحل اللي بده يتابع بده يكون عنده يعني يقدر يمشي من مرحلة لمرحلة يتنقد وهذا وهي لازم لازمها شوية خبرة كمان حتى يقدر يحفظ المراحل بالزبط بالزبط من وين يدخل ومن وين يطلب طبع حسام الجماهير كانت موجودة حسام معروف المتسابقين معروفين وأسماء كبيرة موجودة لكن أنتوا إما كنتوا تمروا كيف كنتوا تشوفوهم كيف يعطوكوا الدافع يعني شوفهم صراحة يمكن الرالي هذا من أكثر الراليات اللي كان موجود في الجمهور صراحة هو يمكن كمان في عامل تاني كان يوم الخميس كان عطلة صحيح كان عطلة فصراحة كان البحر الميت يعني ممتلئ الأوتلات مليانة فل ما في حجز فكانت فرصة لكل الموجودين بالبحر الميت أنه موجود في رالي حتى في ناس كانوا مش عارفين أنه في رالي يكن نازلين على البحر الميت وصار عندهم حب فضول أنهم يشوفوا الرالي فيعني كان فعلا لما بالاسبكتاتر إير لما كنت أمرك أنا بالسيارة كنت أشوف عدد الجمهور كثير عالي فكنت أمبسط كثير ويعني أنه في جماهير هذا بعطيك حافز أنت كمتسابق أنك أنت في جماهير بتفرج عليك فيه لك جمهورك طبعا فكان إشي كثير حلو وكان حافز كثير إلي أن الواحد أنه يظلم يستمر بالمركز تبعه ويحافظ على البوستيشن تبعه وغير هيك المتفرجين كان الكل يعني قلبهم معاك أنه بدنا بدنا ياك تكمل بدنا ياك تطلع على البوديوم حتى يمكن عثمان حكالي إياها منظمين خليك مناشي شوي شوي بدنا ياخ مناش تسرع خلص خليك ماشي بالرد من نفسه حتى نانسي بالسيارة يمكننا لفيه لقطة من اللقطات كانت موجودة أنه على الوترس بلاش خففت نانسي تقول لي خلص كانت آخر كيلو بنفوز بالمرأة بالرالي فقالت لي ما بدنا نمو الوترس بلاش خلص خبطت عليه وحط أول وقف فأنا فعليا خلص شو بدأ أسوي شو بدأ أخذ عشرة ثواني خمس ثواني ما بدي أهم فحطيت أول ومشيت وخلص ووصلنا بوزوجين تبعنا ووصلنا السيارة وصلنا بسلامة طيب لكن أنت تحكي عن تجهيز السيارة بمدة شهر والله كانت صعبت آه ونحن نحكي عن إمكانيات لأبطال العالمين موجودين لكن عن جد كل الشباب اللي معاك ما شاء الله عنهم حسنا الحمد لله يعني زمن قياسي صراحة كانت السيارة بنجهزها فيها لأنه كانت سيارة جديدة وما تتخيل الضغط النفسي والضغط النفسي علي وعلى الشباب بحيث تجهيز السيارة لأنه فيها تكنيكالي تزي كثير صح وقوانين وتعليمات وهموليجيشن وقدك تشوف شو هاي شو هاي هي السيارة من أولها لآخرها نفرطط فعشان توصل للرالي وتقدر تنافس فيها بس الحمد لله قدرنا نخلص لازي ما حكيت لك صار في عنا مشاكل بدنا نحاول نعدل عليها ونزبط عليها قد ما نقدر عشان ننافس فيها بطريقة ثانية وأنا شخصيا أكون مرتاح بالسيارة أنا إذا ما كنت مرتاح بالسيارة أدائي بالسيارة بنزل لأني من النوع اللي يعني بظلني مركز بالسيارة أكثر لأني إذا السيارة أنت عملتها بطريقة مش مش على مش بالوضع السليم تبعها بترجعك لورا يعني أنا في مشكل ما عندي بالسيارة كان في عندي الأكسل أمام يمين خربان أنا قدرت أوصل السيارة أربع مراحل أني أمشي فيهم بالأكسل يمين يعني السيارة ما بتطلع طلوع بس الحمد لله قدرت تمنج أني أنا أوصل السيارة يمكن لو واحد تاني كان أزل السيارة ووقفت السيارة بأرضها فالحمد لله المرات الجاية رح نتفادى هذا الحكومي إن شاء الله يا رب إن شاء الله طبعا عثمان نجاح والجميع بيتحدث عنه الحمد لله الأمور كانت طيبة وجميلة ما بعد هرالي يعني أكيد عندكم أشياء كثير تسوها وانطباعات خرجتوا فيها عن كل الأمور اللي صارت تحضير يعني خلينا راليات جاية أحداث جاية فشو الانطباعات اللي خرجتوا فيها أكيد يعني إحنا هلأ ماشيين بمسيرة التطوير بصراحة عم نحاول نطور قدر المستطاع هلأ طبعا ضايل عنا حدث واحد لموسم 2015 اللي هو سباق السرعة الخامس اللي راح يكون بـ 13-11 بعد هيك إن شاء الله نشتغل على الرزنامة للـ 2016 وإن شاء الله بالـ 2016 يعني في شغلات كتير جديدة إن شاء الله يعني راح نبنيها على السنة هاي وإن شاء الله نطلع بموسم كتير أحسن كمان إن شاء الله رب العالمين طبعا نتاج نهية من سؤال شارك لليوم هل تعتقد أن رالي الأردن سيعود إلى بطولة العالم الإجابة الأولى نعم 67% الإجابة الثانية لا 33% طبعا الجمهور معاكم اليوم في الموضوع كبكة حسام سالم كلمة أخيرة بعدها الرالي طبعا بحب أشكر الأردني اللي رات سيارات اللي على المجهود العظيم اللي سووهم المارشل المدير السباق الحكام كل الناس اللي كانوا موجودين فيه صراحة مجهود كتير عظيم وخارق حتى يعني على التنظيم وعلى الرالي هذا كله والمراحل الخاصة اللي كانت موجودة فيه وبحب أشكر جمهور تبعي كل ياتو اللي شجعني وساندني وخصوصا بخص أخر شيء بالذكر طريق الصيانة والطاقم اللي أنا يعني كان أول رالي اللي بهلكم فيه اللي باب أدخل بالسيارة اللي فيها وعطوله فيها مشاكل والحمد لله ساندوني ووقفوا معي كتير وشكرا كتير طبعا لمن لحتي نانسي المجال اللي هي داما واقف معي بكل الضاليات كابتن كلمة أخيرة بعدها رالي فرح بصراحة يعني أنا بشكر كل واحد كان إله بصمة في إنجاح هذا الحدث من اللجنة المنظمة لطريق السيفتي للمارشلز لكافة الدولات والطوائر الرسمية اللي ساندونا ودعمونا ولولا دعمهم هذا كل سنة يعني ما مقدر نمشي بهذه الرياضة بحب أشكر طبعا بشكر كافة المتطوعين يعني هالرياض مبنية على المتطوعين وبصراحة جهودهم كانت جبارة وأثمرت والله يعطيهم ألف عافية دائما وبشكر كل من ساهم بنجاح هذا الحدث وإحنا بنشكرك طبعا على هذا الحدث الحلو أنت وكل القائمين عليه ونشكرك على حضورك اليوم عطمان نصيفة مدير الأودنية لرياضة سيارات كل توفيق وأيضا نجمنا حسام سالم كالعادي ما شاء الله عنك النور وابتسامتك رائعة خليك هيك خليك أكثر لقدام إن شاء الله إن شاء الله تدعم بيكون موجود ودائما تضلك على منصات تكويت إن شاء الله مركز ثالث بعدين ثاني بعدين أول أو حتى من الثالث للأول على طول لأنك بتستهل تسلم تسلم وأنتم أصدقائنا كل شكر لكم على المتابعة قبل ما خلص طبعا تحية كبيرة جدا لمسهل الأمور دائما علينا في تغطية الإعلامية رائد عبدالدائي ويسعد مساك عم بحضرنا بمسي عليه وأيضا تحياتنا لحمزة دوايمة كل الأصدقاء اللي طبعا دائما بيكونوا واقفين جمدنا وبيساعدونا تحياتنا لكم تحياتنا لكل اللي تواصلوا معنا وتابعونا لليوم وصلنا نهاية الحلقة أسبوع الأخير إلى اللقاء